موسيقى رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بمواقف الدول التي عبرت عن إدانتها والسنكارها للعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين فيه والتي حملت حكومة الاحتلال المسئولية عن نتائجه الخطيرة على ساحة الصراع وطالبتها بوقفه فورا وأعربت الوزارة في بيان لها عن استغرابها من مستوى البيانات الأخيرة التي صادرت عن بعض الخارجيات الأجنبية حول أحداث المسجد الأقصى مستهجنة مستوى اللغة التي استعملت فيها كونها لم تصل لمستوى الحدث وتوقعاتها خاصة في ضوء الانتهاكات البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تسمية الأمور بمسمياتها والاعتراف بأن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين وأن ما قامت به شرطة الاحتلال من أعمال فاشية تجلت في طبيعة الاعتداءات على المواطنين والمصلين والمتواجدين في باحات الحرم القدسي الشريف وذكرت الخارجية أن دولة فلسطين تنتظر من هذه الدول والمنظمات إعادة النظر في مستوى بياناتها لترقى إلى مستوى الحدث وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخيا لا زال مستمرا